فنانين مصر لبسوا هدوم شفافة وبيقلدوا البنات عشان يرفعوا الشعار نجوم لكن لمؤغزة خواجات مبقاش يهمهم شكلهم ولعدتنا وتقاليدنا وبقوا بيجروا وراء الخواجات وبيقلدوهم في لبسهم وتصرفاتهم حتى لو دا هيقلل من رجلتهم أخيرهم أحمد سعد اللي قلب الدنيا في حفلته الأخيرة في السعودية بسبب الأميس الشفاف اللي لبسه وكان مبين جسمه بشكل غريب قبل أحمد سعد كان في نجوم تانين ظهروا بنفس الشكل زي محمد رمضان ويجز وعمر سعد وعمر دياب أبو حلق وكان الأميس دا عليه عرضة مثلا لكن قصة الفنانين اللي بقوا خواجات وتصرفاتهم خلت الناس تشك فيهم تعالوا نعرف الحدوتة الجدل على الهدوم الشفافة كبر جدا بعد ما ظهر بيها أحمد سعد اللي الناس بدأت تهاجمه بسبب أميسه اللي مبين جسمه واعتبروه بيقلد الرجال الأجانب اللي هم لم أخزة مش رجالة طبعا مش دي أول مرة يتقال على أحمد كده لأن طلقته سمية الخشاب كانت طلعت قالت عنه صغير وطبعا ما تقصدش سنه وهي تقصد حاجة تانية وده لما نشرت صورتها وبتعمل إشارة بأيديها كده وكان مفهوم منها أنها بتقلل من قدرات أحمد سعد الزوجية وبتقول عليه أن حاجاته صغيرة عشان تقلل من رجلته وبعدها ظهر أحمد بالأميس الشفاف ودخل الجمهور يفتكر كلام سمية ويقول على أحمد كلام ما يصحش لكن الغريب أن مش أحمد سعد لوحده اللي لبس هدوم شفافة وماشي يعمل زي الخواجات أو الرجالة اللي مش رجالة محمد رمضان سبقه في القصة دي لما ظهر في حفلة سنة 2019 وكان لابس أميس شفاف برضو ومبين جسمه كله والجمهور وقتها فضل يهاجمه برضو ووجه له اتهامات بتقلل من رجلته برضو بس الغريب بقى أن بعدها بفترة ظهر فيديو لمحمد رمضان وكان مع راجل في قط النوم وساعتها الجمهور قال عليه عجلة الموضوع ما وقفش عن رمضان وسعد ده وجز كمان دخل في الدائرة وظهر بأميس شفاف مبين جسمه كله في حفلته اللي عملها في دبي وعمل وقتها ضجة كبيرة جدا والجمهور بدأ يشك في وجز واللي زود الشك ده لما وجز ظهر في السعودية لما غنى مع أنغام وكان لابس هدوم شبه هدوم البنات وكأنه بيتعمد يصدر صورة الخواجات للجمهور عمر سعد كمان ما بعدش عن القصة دي ونشر صورته وهو لابس نفس الأميس الشفاف بتاع أخوه بس الفرق أن عمر كان في دبي وكان مبين التاتوه طبعا الجمهور هجموا عمر وأحمد سعد والناس بدأت تقول شعار الخواجات سلو فعلتهم وبيحبوا يعملوا كده في الخليج بس المفاجأة بقى كانت عند الهضبة عمر دياب اللي كل شوية يظهر بلوك جديد بس الغريب لما ظهره هو لابس حلق فودانه وكان فرحان بي قوي عشان يعلن انضمامه للرجال الخواجات دي كانت أبرز أزمات النجوم الخواجات اللي لبسوا هدوم ستات عشان يعرضوا أجسامهم قولنا أنت تعليقك إيه على موضة الأميس الشفاف والحلاء